موسيقى يقال إن الشباب هم من نوافذ للمستقبل وبقدر ما نحسن قراءة ما في عقولهم ونتصفح همومهم وحتياجاتهم عن قرب بقدر ما رح تكون إن ملامح المستقبل واللي بيحملوا للشباب من تحديات وطموحات واضحة العدالة الاجتماعية واحدة من مفاتيح المستقبل واللي فعلياً تشغل حيز واسع من تفكير الشباب الأردني غيابها بينعكس على تفاصيل حياتهم اليومية بتحاصر حاضرهم وبترهن الغد للمجهول موسيقى 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 إيج أكتر مشكلة بتواجهها بالخدمات كونك شاب من أبناء محافظات الشمال هنا في عنا مشكلة في كثير من الخدمات بداية في المواصلات أنا بشتغل في عمان فأنا كل يوم بمر في رحلة عذاب المواصلات اللي هو أنت بتمر في أكثر من محطة حتى توصل لعمان لمكان شغلك قدي بيأخذ منك وقت توصل من بيتك لشغلك وبنرجع نفس الشيء يعني أنت أي ساعة بتطلع الصبح وأي ساعة بتروح يتوصل بين ساعتين لساعتين ونص حتى يوصل عمان يعني شغلك فعلياً أكثر من 12 ساعة وأكثر جربتي تشتغلي بعمان أو تقدمي على عمان ولقيتي أنه مثلاً ساعد تستخدم المواصلات أو المواصلات عادية وسهلة أنا بحاول أني أروح على عمان حتى أقدر أني أوفر إلي الوظيفة اللي أنا بتتمنىها بالمكان أو بالليفل اللي أنا بتتمنى وبس على إله بغض النظر عن خليني أحكي الأساسيات أو الثانويات بالنسبة لي سواء مكان المسكن أو أنه أروح وأرجع لأنه الشخص اللي بدي وصل لحلم ويبدو يقدم تضحيات أنا هيك بعتبر بس الهدف بس سهل تروح وترجعي يعني المواصلات بالنسبة لك بتقدري تستخدميها بسهولة 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 بأعتقد أنه عمان قريبة يعني بطل بدها خوف مثل زمان أنه ثلاث ساعات الطريق وسيارات متوفرة للمواصلات مؤمنة بأعتقد أنه أنا لو بطلع لي وظيفة بعمان تغطي أجرة تكلفة المواصلاتي بروح وبرجع ما عندي مشكلة لأنه شخص اللي بديو يوصل لحياته بديو يطمح بوصول هدف بديو يقدم شوية التضحيات بس ليه لازم تضحي عشان تقدري تشتغلي شغل عادي مهلون فش فيه شغل هون بس فيه بعمان بس فيه بعمان هلأ الفرق ليش لما بدك الفرق ليش إنه كتير فيه مؤسسات موجودة وعم تفتح لها فروع كتير بعمان سواء بالمولات أو بأفرع تاني بنفس المدينة بس تعادت طلع مثلا كاركو إقليم جنوب إنه أنا كمدير شركة الحياة كلها بعمان وأجي أفتح شركة بإقليم جنوب نسبة نجاحها صفر بالمئة أو عشرة بالمئة من نجاح أو من مردودات نجاح شركتي بعمان لأ ما بفتح بجنوب وبضلني في عمان أحسن بي شدق دي النسيج العشائري لسه موجود بالكارك؟ بنسبة مئة بالمئة لكن هاي نسبة إيجابية مش سلبية أبدا الكارك 2019 تختلف تماما عن الكارك بالثمانينات بالسبعينات وحتى بالتسعينات الشباب عم توعة أكتر عم بتشوف برامج أكتر عم تتطور وبتطور بحالها صح لسه مجموعة كبيرة منهم عم بيحاولوا يطلعوا من الكارك ويوصلوا لعمان ويطلعوا من الأردن لكن التضامن والتقارب هذا العشائر اللي في الكارك لحد الآن موجود ولحد الآن بيأثر على الشباب وعلى آراءهم وعلى أفكارهم روح اسأل أهلك إيش بالأردن التقليد والعادة الحال طبيعي إذا الحكومة مزيونة يسعدها محلاها حكومتنا المزيونة عمرك جربت تركبي مواصلات سهلة المواصلات من الكارك العمان نمع الماء يعني 70% المدرسة أنا خلصت المدرسة راضية عنها كنت 60% بتحس دراستك اللي عم تاخدها في الكاركية نفسها لو أنك كنت موجود في مدرسة في عمان آه أكيد لأنه نفسنا المدارس الكاركية موجودة في عمان ما في أي فروقات بينات بينما كان الشباب عم بدافع عن جودة الخدمات في محافظتهم أطل صوت فتاة من خلف الكواليس مبدية معارضتها لحديث الشباب المناقض للواقع بحسب رأيها أنا متفكي عن الترف إشحلو لا مشكلة أنا حتى تصير حلوة إلا هم تظن عنها إشحلو حتى تصير إضافة لا محلوة عد كير أعطيكي مثال كقالب أنت كأستاذ بل أنت تقول لطالب أنت غبي والله العظيم بسير غبي بسير غبي بعدين استشعر شغلت المواصلة لأكونوا واقعيين شغلت المواصلة من ألف وحين التنيجي إذا ما كانت معي سيادتي خضرت اليوم ما بداوه بتروح المواصلة وانساتني في التنيجي وعالشارع الرئيسي بسي حكيت مواصلة من الفرك لعمال ؟ مواصلة يعني فيه مسكي تسريع والله من الفرك لعمال اسمعي لو كنت أنزل على أهلي كنت أبعد في الماء والله اسمعي من الثانية من الثانية أولا نبادح خلصت محاضرتين على العشرة لاثناش ونصف دروع لنحكم لاثناش ونصف أنا كاعد في الباس تعي يا بابا خضني أنا الساعة سين في الباس وانا من الثاني على الثانية خمس دقايق موش تكبالي أنا خيب ما هو بقدارش أعمل حالي إني مش شايف الوضع الحالي مثل فيلم يا قالي مش ناقص غير نجيبو شار يا صاحبي وشوي التسالي أنتو بتشجعوا العشائرية في المجتمع؟ مين بشجع؟ إنه يضل نسيج عشائري في أشياء في العشائرية كلنا بنمدحها كلنا بنحبها وكلنا بنحبها بس ولكن في شغلات الأشائرية مثلاً موضوع الثائر موضوع الشغلات الزي هاي كلنا بننبذها ما في إنسان في حق يفكر زي الناس حاقد سليم يحكي لك إنه آه إذا ذبحك إذا مثلاً ذبح واحد يجلي كمان معا لخامس جد تحب نحكي عن الجلوة العشائرية آه الجلوة العشائرية مثلاً هاي نقطة النقاط نقطة النقاط آه يعني ليش أنا شو ذنبي أنا مثلاً لو ابن عمي أصلاً لو ابن عمي اللي ذبح أنا شو ذنبي إني أروح أسافر أترك رزقي أترك دراستي أترك كل الدنيا اليهون أشكن في منطقة أنا ما بعرف ناس فيها ماشي ممكن إني أتعايش بس هاي فترة تتعايش لش ما أستغلها في إشي ثاني أنا يعني عند عشان تلاقي فرصة بتتناسب مع قدرتك وإبداعك اتطريت تيجى عمى نعم اتطريت تهاجر من أربع سنين هجرة يعني حنا نحن نحكي عن بمعنى هجرة بحيث أنه انت هون مثلاً ما إلك لا حدا لا أهلك ولا إيش اللي أهلك كلهم موجودين في إربد فاطريت أنك تهاجر لحتى تقدر تشتغل بس بالمقابل تخيلي لو هاي الشركات كلها بتفتح بإربد الأجرة أقل الناس الموجودين هناك من ناحية رواتب لأنه العيشة هناك أقل انت لما تيجي تيجي عن أجرة تيجي عن أمور مختصمة حتى الكهرباء أغلىهم يعني انت تخيلي لأي درجة من ناحية اقتصادية تخيلي انهم يجوا يرحلوا هناك وصوروا يوضحوا ناس بالنسبة لهم مجدية اقتصادية لو الوضع هناك نفس الشي بضل لك عايش بإربد طبعا وضل عايش بإربد هناك ازدحام صراحة مروري صار خانق وكله بأثر على الشعب بأنك أنت بتحط كل المصادر اللي عندك بالدولة في مكان واحد والمكان مش مستحمل العدد الهائل من الناس ولكن عندما يجي توزعه وتسمح للناس يشوفوا فيه فرص عمل مختلفة وتعطي الأماكن اللي بعيدة كل هاته هاي الفرص وتشوفهم بالشو يبدع هناك شركات وعندك شركات بخف عندك أزمة مرورية وخف عندك اقتضاع سكاني والناس اللي ما بتدر تيجي تعيش هون بسبب أمور مادية وتلاقي أفكارها كلها ماتت وتلاقي الفرص عريبة منها وتتطور معها مجتمعك بقيت نجاحك بالمصاري ما معك مصاري معناها ماشي بالشارع عاري بعرف ثرب تزقى ثقى أنا وكل الحواري وانت إب مصاري البابا مصبط وبخلو دسالي موظو عمد أصحاف إيش نعملت نفول واحدين العدالة الاجتماعية ما بتقتصر على توزيع عادل لمكتسبات التنمية مثل الخدمات هناك عدالة مطلوبة بتوفير فرص التوظيف والتعليم وعدالة بنمط حياة غير ضاغط وما بيعيق حرية الشباب وعدالة لا تنال منها الانتماءات العشائرية رغم بؤس الواقع ما غابت الابتسام والسعادة عن وجوههم وتغلبوا على ضعف الإمكانيات ونقص الخدمات وقلة المرافق الرياضية والترفيهية في منطقتهم أطفال رح يكبروا ويقارنوا يتساءل هل في الطرف الآخر من البلاد فرص أفضل كان ممكن إنها تتحقق إلينا موضوع العشائرية بظهر كل ما صار في حالة اتهامية أو في حالة إسناد لأحد أفراد العشائرية إذا واجه مشكلة مع القانون كيف بسندوا إذا واجه مشكلة مع القانون أنا دعم أبنائها فصار الدعم دائما للظالم وليس المظلوم هذه عدم التوازن بس أنت كشاب ضده أو معه؟ طبعا أنا ضده لأنه أنا بالنهاية لما أكون في دولة مدنية قاعد بحكي تماما عن أن الجميع سواسي أمام القانون حتى لو أنت ابن عشيرة؟ حتى لو أنا ابن عشيرة بالنهاية المفروض أن أكون عشيرتي هي الدولة عشيرتي هي الأردو المفروض أن القانون هو اللي يسندني وهو اللي يدعمني وأن يكون هناك عدالة اجتماعية توفر لي فرص عمل وتوفر لي تأمين صحي على حياتي وعلى مستقبلي وعلى كل أهدافي بغض النظر أنا ابن مين؟ يعني أنا مش مضطر أني أكون ابن باشا حتى أكون شخص مهم أو أحصل على حقوق الأساسية الفرص في عمان تختلف عن الفرص في محافظتك؟ طبعا حتى الفرص في محافظتنا زمان يعني في السنوات السابقة كانت متواجدة يعني نوعا ما لكن كمان إحنا لما جينا على عمان حاولنا نطلع عن الفرص العمل التقليدية اللي هي شائعة عندنا في الجنوب اللي هي الجيش والتعليم حاولنا أنه يعني نلقى فرص عمل تتناسب مع التخصصات اللي إحنا كنا ندرسها في الجامعات إدارة مكاتب ومعلومات الجامعة الحسيب بن طلال كانوا يعني يحبطونا تخصصات في الجامعات فيها تخصصات كمان هندسية فيها تخصصات يعني كثير حلوة لكن واقع الحال عندنا في البادي الجنوبية أنه ما في حتى الصبورت دعم الحكومي اللي بيخلي خرجين هاي التخصصات بيداوموا يشتغلوا بمناطقهم الواسطة موجودة المحسوبية موجودة خصوصا عندنا في الشركات إحنا الجنوب إحنا منبع الخير للأردن عندنا الميناء عندنا منطقة العاقبة الاقتصادية عندنا الفوسفات عندنا البوتاس شاركت بالمسيرات؟ لا بصراحة لا اليوم في مسيرة يعني من الحسينية للشباب البادي الجنوبية يعني من البادي حتى العاصمة عم بتوجهوا مشيا على الأقدام حتى أنه يكون في عدالة اجتماعية في عدالة اجتماعية ويكون في فرص وظائف موجودة لأبناء المحافظة مزبوط مزبوط هو الفرص فيه موجودة كمان فرص فيه شركات عندنا عملات مثل شركة الفوسفات أنا اللي أستغربه يعني لما شاركت بالتعداد السكاني قبل ثلاث سنوات كنت من الباحثين اللي شاركوا بالتعداد السكاني شفت أنه فيه نسبة العمالة الهندية موجودة بكثرة فليش يعني كان السؤال اللي يراودني يعني دايماً أنه ليش ما يكون العمالة هما أبناء البلد بما يخص سيادة القانون إذا واحد غلط وكان ابن عشيرتك على سبيل المثال توقف معه أو مع سيادة القانون صديق مع القانون أكيد وهذا إشي يمكن نحكي عنه تابع لموضوع العشائرية والجلوة العشائرية إحنا كمجتمع عشائري أوكي يعني مثل أي إشي في المجتمع أكيد إلو إيجابيات وإلو سلبيات مثلاً من إيجابيات العشائرية عندنا الجلوة العشائرية هي شيء إيجابي جداً في المجتمع ولكن إلى حد معين بس أنت مع أنتك الشب مع هذا الموضوع؟ مع الجلوة العشائرية للجلوة الثانية والثالث ما في شي هون ضابط معي غير إني أغني حبابي الحكمة ما حكيت إشي لا تحبثني أنا بمزح الغالي للغالي ظلكم غلوا علينا اعملوا كل شي بتكم يا عادي مش بيننا كله لا مصلحتنا الله خلي يكوننا وذل الساعة تتين عادي منعصر لكم دمنا خليني أرجع للموضوع لش أنه أنا حوالت من كثر الشغل عراسي بضلنا يوم للعصر وصدقني لو بأخذ أوفر تايم عقت ما بسر كان هس عندي أخذ وقاعة فيه بفطر الزمن اختلف وسعر البارلمين تتغير صرنا بزمن السبسكرا بلا تنسى اتشير ووقت الجه كله بقلب سحيج وبدأ يبرر وانا مش موقف غينا لاحظ مك أمور تتياس الأردن مش عمان هذه العبارة بيرددها الشباب الأردني في سياق اعتراضهم على غياب مبدأ تكافؤ الفرص وعلى احتكار العاصمة مزايا حرمت منها المحافظات مزايا التعليم الجيد والوظائف والخدمات اللائقة حتى في نمط معيشة بليق بالشباب وبواكب عصرهم وما بقيد حريتهم كمناطق ترفيهية كملاهي أطفال كمطاعم لا هذا الاشي فيه فرق كثير كبير بين عمان والكرك يعني الكرك يعاني شح من هذا الاشي فهلا الفرق انه أول شيء ما كان يفرق معنا المكان الروح ما انه مع الأهل بس لما تخلصي جامعة بتبين الفروقات بين العمان والكرك يعني عمان نسبة الشغل فيها كثير أعلى وأكبر وبعمان ممكن تشتغلي كثير يعني بأي اشي موش زي الكرك يعني ممكن تشتغلي بمطعم ممكن تشتغلي في محل حتى الأجور أعلى مين بحب فيكم ينقل على عمان أو يسكن بعمان؟ كمكانتي الوظيفية رح تكون غير عن مكانتي موجودة هنا بالكرك لأن الفرص بعمان أقوى من الفرص بالكرك إلا الشركات المنظمات الجهات بمجالك بمجالك يعني لو انت عمان شو كان ممكن تشتغل الآن أنا بمجالي بمجال الصحاف والإعلام أنا بشتغل بإذاعة صوت الكرك ولكن مقارنة الإذاعة المجتمعية مقارنة بإذاعة على مستوى المملكة أكيد يعني في فرق كبير ما بين إذاعة مجتمعية وما بين إذاعة مستوى المملكة كمكانة وظيفية كعمل كشغل على نطاق أوسع فأكيد في فرق بين الثنتين طب لما روحت على عمان ولقيت في عندك منافسة بسوق العمل لقيت أنك أنت مهيئ علمياً أدى اللي عاش في عمان وتعلم في عمان؟ هو بصراحة مهيئ وكير ليش؟ لأنه إحنا هنا قد ما إحنا شايفين في عندنا نقص قاعدة بنحاول نسعى لأنه نصل مش لعمان إحنا أغلبنا تقريباً هو هجرة شو متطلبات الهجرة شو متطلبات الشغل برا موصلين لهذه المراحل بس اللي بعمان صارت هي أنه في كثير فرص بس أنت كيف بدك تلقي هاي الفرصة؟ بس هي موجودة إحنا هنا عدم وجود بالمستقبل لو عندك أولاد تحب تعيشهم بعمان ولا تظل لك في المحافظة؟ يعني إحنا أكيد رح نوجي عمان أكيد رح نسكن عمان وأكيد في المستقبل يعني أنا أولاد رح نكون في عمان لو وجهك شيخ العشيرة أو كبيرها لأنك مثلاً على سبيل المثال طبعاً تنتخب شخص معين تنتخبه؟ هو يوجهني أنتخب شخص؟ لا طبعاً ولا أبوي ولا أبوي يعني إذا أنت حزيتي بمشاعر معينة تجاه صحص ممكن تصارحي أهلك تقولي لأبوك والله هلأ إذا ما أقول لك أنا ردني إلى نجل نعمل تجربة ردني لوالدك أو والدك قولي لهم أنا بحب واحد ويجي يخطبني مستحيل أنا تصدر مني مستحيل تصدر منك حرام مستحيل أنت بتقدر تحكي مع أهلك تقول لهم أنا بحب واحدة وبدأ أجوزها؟ إذا كانت إمكانيات تسمحني في هذا الوقت أني أحكي لأهلي بأحكي لأهلي ولا ما بتحكي لهم بحبها أقول لهم بس دي أتجوزها؟ لا ما هو راح لا أنا ما أخترتها إلا لأنه فيه إجم فيه إجمال بس هسا أنت من الأول ما بتقدر تحكي إنه بتقدر تروح تحكي لأهلك إذا ما كان فيه ترباية من إحنا صغار أحضر إجمال حنين التأخير مسموح؟ عنا بالمجتمع مرفوض تماماً خليني أحكي عن تجربتين؟ يعني إيش يعني البنات متأخرة بالليل فهي ممكن يطلق عليها صفة سيئة في المجتمع؟ مش موضوع صفة سيئة مش كل البنات ممكن لما يتأخر يكون فيه إشي شي سيئة أكيد بس يعني إيش المسموح لأنه يكون إنه هذه البنت مسموح تأخر له هاي ساعة؟ حنيني أحكي عن مجتمع الكركة أو المحافظة الكركة عاد ممكن البنت تكون ممرضة وتتأخر بالبيت وتشتغل بشكل لا بعيداً عن شغلها تمام لا المجتمع اللي هوي غير عن موضوع الشغل لا صعب كثيراً احنا أصلاً المجتمع كله تلاقي على الساعة عشر ما بتلاقي أصلاً محلات تجارية ولا بتلاقي هالإشي الخدمات المتوفرة أصلاً لا بنات ولا شباب لا لا كل شي يعني تلاقي الكل خلاص رح يناموا يعني مثلاً إنتي طالع عند صديقتك طالع بجمعة مختلفة لا الساعة عشر أنا بتخيل إن الموضوع هيك محدود لا العشرة مسموح لا العشرة مسموح لا العشرة مسموح السببب الرئيسي عادات وتقاليد ولا أمن وأمان نقدر نسويهم اثنين بواحد مع بعض لأنه هم اثنين أصلاً مترابطين لأن العادات وتقاليد يتصار فيها جلوات على سبيل أكوارات دم أو ضرب تمام على الأمن والأمان ما في حد يقدر يمسك بهذا الشهر لو أنت شبط الجامعة وصارت معك مشكلة معينة في بعض الأحيان شخص ممكن تصير معه مشكلة يجيب أبناء عشيرق حتى يسندوا في هذه المشكلة لسا موجود هذا؟ هذا لسا موجود أكيد طبعاً لأنه في حالة من فقدان الثقة بمؤسسات الدولة بأنها تجيب لك حقك يعني أنت يا ابن الجامعة جزء من هذا المجتمع بتحس تماماً بأنه إذا أنت تعرضت لمضرة أو لمظلمة ما حد رح يجيب لك حقك إلا العشيرة؟ إلا العشيرة تبعتك لأن عشيرتك بتصدقك بس الدولة ما بتصدقك عمريك عملت مشكلة ويجبت أبناء عشيرتك؟ للأمان لا بس لا أنا بأعتقد فعلياً أنه يمكن ما بعرف إذا أنا تعرضت لخطر معين ممكن ألجأ لعشيرتي إذا كانت الدولة مش قادرة تتأمنني هذا جاء سلوك طبيعي يعني بأعتقد بعمان قبلت كتير من الشباب اللي هجروا من محافظاتهم واندمجوا في المجتمع العماني وانصهروا فيه ثقافياً واجتماعياً ما بحثوا فقط عن فرص وخدمات وجودة حياة أفضل بل سعوا للتخلص من أعباء إرث اجتماعي وعشائري شافوا إنه قد يعيق تحقيق أحلامهم بتلاقي الشكل بحياتك بعمان بالعلاقات فيه ونوع من أنواع الحرية؟ نعم بعمان أنا بحث فيه نوع من أنواع الحرية وفيه نوع من الأمان اللي إحنا عايشين فيه طبعاً بيعتمد على جو العيلة وبيعتمد على كيف أنت متربية ومتأسسة بعيلة ويش طب إيش مفهوم العلاقات بالنسبة لإلك؟ فأنا بلاقي إنه بالمجتمع اللي أنا فيه وبالخلفية اللي أنا كبرت على أساسها خلينا نحكي الوفق بالعلاقات وفيه يعني ما بدي أحكي الانفتاح إلا فيه حدود فيه احترام لما بدئنا وفيه احترام لأخلاقنا يعني مثلاً عندك أصدقاء شباب؟ آه طبعاً عندي أصدقاء شبابي كبرت معهم وأصدقاء جديد جداد دخلوا بحياتي كمان يعني طب مسموح إنك إذا حبيتي في يوم ترني لأهلك أو لولدك 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 تقولي لهم أنا بحبه بدي أتزوج الشخص اللي بحبه؟ آه مسموح بالعكس يعني أنا بحس هذا إشي سحي وإشي يعني مظبوط مظبوط إحنا هلا عم نتربى في مجتمع إنه إحنا نقدر نختار حرية اختيار وأظن هذا يعني إذا بدي أنا أرتبط بشخص هذا من أهم الاختيارات اللي بدي أختارها لحياتي لو حبيت أو تعرفت على بنت من عشيرة ممكن كان في خلاف معين في زمن الأزمان بتصر إنك تاخدها؟ نعمل قصة قصة الانتصار الحب ينتصر الحب سينتصر؟ أكيد آه ليلى ليلى يعني بالآخر إحنا ولاد بلد والآخر يا شو؟ تتزوجي تقليدي ولا عن حب؟ هذا عن حب عن حب هو مش عن حب بس أنا يعني مثلا بهمني أكون بعرف الشخص مش ضروري يكون فيه حب وعلاقة طويلة الأمد بيننا وبعدين نتزوج لا أهلا أنا مثلا بدي يرتبط فيه واحد أنا شرطي أني أنا أكون يعني فيه فترة خطبة قبل الخطبة أنا مستحيل فجأة أطب على خطبة وأهلك قبله أه أخواتي هيك قبلي أنا أعرفتي لأنه الخاطب لما تطلق تسجل تطلق بس لما أنت تكوني بتعرفي يكون فيه الأهل اللي عندهم علم هاينا إحنا تعرفنا على بعض بدنا نخطب خلص قررنا بس إنه تفوتي على مرحلة الخطبة وبعدين تخطبي وكلهم يعني أولش فترة الخطبة هي كثير حلوة فما بيبين الإنسان على حقيقتهم إيش كلمة بتوصفي فيها هيك محافظتك؟ حب أبدي يعني هاي إحنا ما في كلمة بتوصف بس الكرك لو بنحكي الكرك بنحكي عن الشهامة عن النخوة عن الرجولة هون الراحة هون الكرك يديرتي والكل ينصاها يعني هاي حبنا ما بنقدر نتخلى عنها يعني بحكي الكركي وأفتخر زمان كانت الكرك لما تفوتي على الكرك في قوس كبير مكتوب بإرفع لعصك أنت بالكرك صحيح أن عمان بتمنح شبابها مزايا وفرص عديدة ممكن إنها ما بتتوفر عند الشباب في باقي المحافظات وصحيح أن الانتماء الاجتماعي قد يشكل عبء على الشباب وصحيح أن الشباب بيشعروا بغياب العدالة لكن بالمقابل هناك أمور لا يمكن للعواصم والمدن الكبرى أن تعودها مثل ما يتعلق بالتماسك والتلاحم الاجتماعي التقاليد الحميدة، الكرم والشهامة، حسن الضيافة وغيرها من المزايا اللي بتأكد إنه العدالة مفهوم نسبي من مستقبالي أنا خايف ما هو بقدارش أعمل حالي إني مش شايف الوضع الحالي مثل فيلم يا خالي مش ناقل سير نجيب بوشار يا صاحبي وشوي التنسالي ونسمى غيره زي تحكي إنا بعده على بالي وأنا بعده لا أوصل بصد عبالي بعده هاي المنطقة إلي لحالي ما حدش حقالي يسمع مني يا خالي مجتمعك بيقيت نجاحك بالمصاري ما معك مصاري معناها ماشي بشارع عاري بعرف ثرب تزقى زقى أنا وكل الحواري وإنت إب مصاري البابا مصبط وبخلود وسالي موضوع بهم كيش معي جائزة على مستوى العالم بالراب ما فادتنيش قصد جامعة ما معيش بالبنات لا تناقشنيش لنه الشاب بس يتخرج وظيفي بيلاقيش وإذا توظف معقول الراتب بيجيب سيارة بيتها ثاب سوتي ولاد حق دخان بيكافيش شفت صديقي مهندس ميكانيكي ومديره ابن حمص كهوه راسب توجيهي يا زلم مالك إيش بتحكي؟ لمين أشكي مستر محاسبة بيصرفك بالليل عتكسي بدفع لأهلك إيش فايدة الشهادة روح اسأل أهلك إيش بالأردن التقليد والعادة الحال طبيعي إذا الحكومة مذيونة يسعدها محلها حكومتنا المذيونة بالشتة عادي تشوف العاصمة بتغرق والمواطن بالصيف بيهلك إيش طبيعي إنه يعرق من مستقبالي أنا خايف ما هو بقدارش أعمل حالي إني مش شايف الوضع الحالي مثل الفيلم يا غالي مش ما قلص غير نجيب بوشار يا صاحبي وشوي التسالي ونسمع قيروز تحكي لنا بعدو على بالي وأنا بعدو لا أوصل بس أضعي بالي بعدو هاي المنطقة إلي لحالي محدش حكالي إسمع مني يا خالي محدش حكالي إسمع مني يا خالي بفتح عيوني أبوي بصرخ بوم يا بغل كل يوم مع نفس الحالي بدور بس ما في شغل أيام دعم عكو التحلمي بوظيفي القو قصر اتخرجت وما في بجفتي غير قلم الحبر نفس الجاكيت ميني شتوية اللي فاتت حالتي حالي ما في عدسانهم غري الله هانت والحكومة رفعت كل شي إلا بنطلوني والبيلت كل يوم بتنجيبه لك وطلبوني استني شوي خليني طلك من تحت البلاطة طفران يا أخي فك عني بلعباطة عساس لو معي بتلاقيني بحكي معك شعب دافع أكبر رهموم وكيف زبط بنت وأنا نفسي أصلع من هالبلد ذا إني إقرفت ما فيشي هون زبط معي غير إني أغني حبابي الحكمة ما حكيت شي لا تحبتني أنا بمزح الغالي للغالي ظلكم غلوا علينا اعملوا كل شي بتكم يا عادي مش بيننا كله لا مصلحتنا الله خليكوا قلنا وذل الساعة تتين عادي منعصرلكم دمنا وعليش عنه أنا حوالت من كثر الشغل عراسي ضدنا يوم للعصر وصدقني لو بأخذ أوفر تايم عاكت ما بسر كان هالسا عندي أخت وقاعة فيه وبفطر الزمن السلاف وسعر البارلمنت تغير صرنا بزمن السبسكرة بيتنسى اتشير ووقت الجز كله بقلب سحيج وبدأ يبرر وأنا مش يموقف غينا لاحظ ما تأمر تتيسر من مستقبالي أنا خايت ما هو بقدرش أعمل حالي إني مش شايف الوضع الحالي مثل فيلم يا غالي مش ناقص غير نجيب بوشار يا صاحبي وشوي التنسالي ونسمى قيرو زي تحكي لنا بعدو على بالي وأنا بعدو لا أوصل بص وضعي بالي بعدو هاي المنطقة إني لحالي ما حدش حكالي اسمع مني يا خالي من خاوج Digital سنح Luna وقبل سنحن نائيا بريد يعقل سوق